يذكرون عن فضالة بن عبيد أنه لما فتح الله مكة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكان يطوف قال فضالة بن عبيد الآن أشتفي من محمد يعني يطوف بجانب النبي ثم يطعنه فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا فضالة قال لا شيء قال ماذا تقول في نفسك قال ما قلت شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قام النساء بوضع يده على صدر فضالة وقال اللهم هده وأذهب عنه كيد الشيطان يقول فضالة فما رفع يده إلا وأن وهو أحب الناس إليه صرفه الله غير رأيه بعد أن كان يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم صار يدافع النبي صلى الله عليه وسلم